السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم توقعاتنا ليوم الاثنين تلاثين أيلول سبتمبر القمر اليوم موجود في برج العذراء ورح يظل موجود في برج العذراء لغاية الساعة عشر وتسعة عشر دقيقة من مساء يوم الثلاثاء بتوقيت جرينج القمر الآن موجود في منزلة العواء وهي منزلة للربح والحرية والزواج ورح يظل القمر موجود في هذه المنزلة حتى تمام ساعة سبعة واثناشر دقيقة مساء بتوقيت جرينج من مساء اليوم الاثنين لا ينتقل القمر بعدها لمنزلة السماك الأعزل وهي منزلة للصلح والدواء والضرر والتصليح القمر بما أنه موجود في برج العذراء معناته اليوم من نعود لطبيعتنا الجادة ومنولي مزيد من الاهتمام لصحتنا من خلال ممارسة أو بدء نظام غذائي أو عضوية نادي أو ممارسة تمارين رياضية بتساعدنا في الحفاظ على وزننا ممكن نذهب للعمل بحيوية ونركز في جميع التفاصيل وندقق بكل شيء ومنكون منظمين جدا الناس نادرا أنهم يقدموا الدعم المالي أو العاطفي في هذه الفترة لأن العنصر العملي في حياتنا هو المسيطر أكثر احذروا من الوهم والوسواس في هذه الفترة هذا الوقت أفضل وقت للتخلص من عادات سيئة كالتدخين أو شرب الكحوليات أو المهدئات أو المخدرات يمكن الحصول على حيوان أليف أو قراءة كتاب مفيد أو البدء بعمل جديد وبإمكان نتعزيز العلاقة مع الزملاء في العمل والمراجعات والفحصات الطبية بالنسبة للزوايا الفلكية طبعا أول زاوية رح نتكلم عنها وهي زاوية التزديس إيجابية بين القمر وبين الزهرة هذه الزاوية رح تكون الساعة 2.49 دقيقة فجرا بتوقيت جرينج بتأجج العاطف اتجاه الجنس الآخر وبالتالي بننجح بتعزيز العلاقة معهم وبتعطي دفع للعاملين في المجال الفني والتجميل والديكور فبيتحسن عطاهم وإبداعهم بتزيد من خيالنا وحبنا ومودتنا وتفاؤلنا وبتسمح لنا أن ننعيش أوقات ممتعة جدا أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية بطيئة زاوية التثليث إيجابية بين المريخ وبين زحل هذه الزاوية لها تأثير تقريب الخمس أيام ومستمرة خمس أيام قادمة طبعا ذروتها اليوم الساعة 4 أو 6 دقائق صباحا بتوقيت جرينج بتمنحنا وضوح كبير في أمورنا وبتسمح لنا بالتغلب على العقبات وتجاوزها في أعمالنا ومشاريعنا أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تقابل سلبية بين القمر وبين زحل هذه الزاوية رح تكون الساعة 2 و37 دقيقة عصرا بتوقيت جرينج من واجه مصاعب عرقيل بتطلب منها أن نبدو الجهد لنتغلب عليها بأنفسنا وأن لا نعتمد على الحضوظ بيفتقل البعض للشجاعة اللازم إلى مواجهة مشاكلهم فبيلجوا للهروب إلى الماضي بدلا من مواجهة الحاضر تجعل عزمتنا ضعيفة من كون متقلبين غير راضيين كثيرين النقد والعنادة وميالين للكآبة أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تسديس إيجابية بين القمر وبين المريخ هذه الزاوية رح تكون الساعة 3 و10 دقائق عصرا بتوقيت جرينج بتلوح الفرصة للتحصيل على مكسب مالي ومنندفع على الاهتمام بصحتنا أكثر بتزيد من شجاعتنا وحماسنا وهو الوقت المناسب للدفاع عن أفكارنا وحقوقنا والقيام بخطوات مهمة أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية اقتران إيجابية بين الشمس وبين عطارد هذه الزاوية لها تأثير ثلاث أيام ومستمرة ثلاث أيام قادمة طبعا ذروتها اليوم ساعة 9 أو 8 دقائق مساء بتوقيت جرينج وعادة عند حدوث هذا الاتصال بتتعزز قدراتنا الفكرية وبتسهل علينا فهم موضوع علمي صعب تعذر فهمه وبتزداد التوجهات لإجراء اتصالات أو تنقلات أو سفريات ضرورية بتجلبنا الحيوية والنشاط وبتزيد من قدراتنا العقلية مناسبة للنجاح في أمور الامتحانات أو نجاح أدبي أو مشاريع حالية ويجب علينا أن نركز مجهودنا على أهداف محددة بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية واللي لازم نوفر لها العناية الإضافية وما لازم نعمل عمليات جراحية كبرى لإلها إلا إذا كانت اضطرارية عندنا البنكرياس إلى معاء الدقيقة، الأغور، القولون، الجهاز الهضمي الـ 12 المستقيم، أجهزة الإحساس اللي هي العيون والأذنين أما بالنسبة لعمليات التجميل طبعا يوم أمس ذكرنا أنه التجميل اللي يتعلق بالعيون ما بننصح فيه واليوم عمليات التجميل اللي تتعلق بالجهاز الهضمي اللي هي الأمور اللي إلها علاقة بالمعدة ما بننصح في عمليات التكميم فيها إن أجلها لبعد ما ينتقل من برج العدرة أما بالنسبة لعمليات التجميل لبقي أعضاء الجسم طبعا ما في أي مشكلة مناسب لعمليات التجميل والحقن والجراحة يصلح لإزالة الشعر الزائد بالليزر أو الطرق التقليدية يصلح لقص الشعر التجميلي يواصلح للصبغ والحنة ولكنه لا يصلح للقص العلاجي القمر بما إنه موجود في برج العذرة خلو المسار القادم بيكون يوم الثلاثاء بيبدأ الساعة التسعة وثمانية وثلاثين دقيقة مساء بتوقيت جرينج وبينتهي الساعة عشر وتسعة عشر دقيقة مساء بتوقيت جرينج أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحسار الهلال عمره ثمانية وعشرين يوم الساعة واحدة واربعتاشر دقيقة فجرا نبدأ باليوم التسعة وعشرين نسبة الإضاءة ثلاثة في المية أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الميزان حتى يوم اثنين وعشرين عشرة سعيد بنسبة خمسة في المية الآن ساعات المساء سعيد بنسبة 30% القمر في العذرة حتى يوم 11 سعيد بنسبة 5% الآن ساعات الفجر سعيد بنسبة 15% ساعات الظهر منتحس بنسبة 10% ساعات العصر منتحس بنسبة 25% في ساعات المساء منتحس بنسبة 50% عطارد في الميزان حتى يوم 13 منتحس بنسبة 40% الآن ساعة المساء منتحس بنسبة 10% الزهرة في العقرب حتى يوم 17 سعيد بنسبة 70% المريخ في السرطان حتى يوم 4 سعيد بنسبة 45% المشتري في الجوزاء حتى يوم 19 منتحس بنسبة 40% زحل في الحوتي بيتراجع حتى يوم 15-11 منتحس بنسبة 10% أرانوس في الثورة بيتراجع حتى يوم 31 منتحس بنسبة 10% نبتون في الحوت بيتراجع حتى يوم 7-12 منتحس بنسبة 10% وبلوتوف الجدي بيتراجع حتى يوم 12-10 منتحس بنسبة 10% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل أنجزوا ما بوسعكم من العمل المتراكم دون المبالغة في ذلك وانتبهوا لغذاءكم وراحتكم ممكن تشعروا بالإرهاق بسبب كثرة الآباء نظموا أعمالكم بشكل جيد وما تهملوا الواجبات وحاذروا من التفذير ممكن تعالجوا مسائل مالية وممكن تجدوا حلول لمسائل تتعلق بفوتير أو دفعات متوجبة عليكم برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور بتشتد رغبتكم في التقرب من أحباكم وتعزيز العلاقة معهم وما بيتخلى الحظ المالي عنكم حاولوا ترتيب الأوضاع اللي تراجعت في الأيام السابقة وصححوا الانطباعات عنكم وإثبتوا للمحيطين قدرتكم على تجاوز أي ضغط وأيضا على التزاماتكم وما تستسلموا للضغوط قبل تحقيق الإنجاز برج الجوزة بالنسبة لموليد برج الجوزة بوسعكم ادخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم وبتجدوا تعاون من أفراد العائلة أهمش أنك تهدئ من روعكم وتوقف للتفكير قليلا ممكن تقلق بشأن أحد أفراد العائلة أهمش أنك ما تختلق المشاكل وما تخال في الرأي العام ولا تناقش بجفاء حاول بليونة والتزم بمسؤولياتك برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان بتنشطوا في مسائل اليوم تتعلق بالسفر والاتصالات وهذا اليوم مناسب لا اجتياز امتحان أو مقابلة وبإمكانك تعزيز العلاقة مع أخ أو جار تكثر التنقلات وحركة التواصل وهي فترة ممتازة العقد مؤتمر أو للقيام برحلة ويعني حاول أنك ما تكثر المطالب وتجنب اعتماد أسلوب ناقد أو كلام مبهم وابتعد عن التحديات برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد اليوم بيحمل لكم فرصة لمكسب مالي هذا المكسب عادة بيجي من عمل إضافي مع هيك بتكونوا حذرين في النفقات امتنعوا على المشتريات الغير ضرورية ممكن تناقش موضوع مالي أهمش أنك ما تتسرع في أي استثمار قبل مراجعة التفاصيل أو الاستشارة وحاول أنك ما تبذر أموالك وكون عاقل ومتيقد قبل التوقيع على العقود وحدد أهدافك برج العذرة بالنسبة لموليد برج العذرة ثقتكم بأنفسكم كبيرة وبعمكم النشاط وبإمكانكم تبادروا لخطوة جديدة من شأنها تدعيم مكانتكم الاجتماعية ممكن تحسم أمور لصالحك أو تقرر على شيء جديد ابتفرح لانفراج أو لتسوية أو لتطور أمر ما تلفت نظر الآخرين بأفكارك الخلاقة وسرعة بديهتك وممكن تنهي مفاوضات لمصلحتك برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان طبعا هذا اليوم بيتطلب بينكم الانتباه بشكل جيد لصحتكم وعدم المبالغة في إنجاز ما لديكم من عمل متراكم بتعيش شوي في دوامة هيك فيها نوع من أنواع الضغط أو الكآبة أو الإحباط لأن القمر موجود في بيت المتاعب فهي فترة إرهاق وتقاعص ابتعد عن الأجواء الصاخبة والأماكن المقتضة وابحث عن الهدوء والسكينة برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب بوسعكم تعزيز صداقاتكم ومنكم أشخاص اليوم ممكن يحققوا أمني بمساعدة صديق ومنكم أشخاص ممكن يشاركوا في مناسبة سعيدة ممكن يطلب منك هذا اليوم خوض تجربة اجتماعية جديدة ومهمة وتتاح لك فرصة لغربلة ومعرفلة الصديق من العدو وحاول أنك تظهر انفتاح واهتمام أكثر بعلاقاتك الاجتماعية برج القوس من نسبة لموليد برج القوس هذا اليوم يوم مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل واللي بيعملوا بينجحوا بالدفع بمصالحهم وبإمكانكم تحافظوا على إنجازاتكم القائمة ممكن تتلقى عرض أو تجد نفسك في موقع مهم حاول أنك تكون يعني عند حسن الظن وتجنب الانفعال والقرارات المرتجلة والتصرفات العدائية وحاذروا الحوادث برج الجديد من نسبة لموليد برج الجديد بتنشطوا في مجال الدراسة والسفر والاتصالات لاسيما لبعيدة وبتشعروا بقوة العاطفة وتجاوب أحباكم معكم ممكن تفرح لإنفراج ملموس وبترتفع فرص النجاح وبتشتد عزيمتك وبتقوم بخطوة مباركة وممكن تتلقى إشارة إيجابية هاي فترة مناسبة لألتقاط أنفاسك بعد العواصف برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو طبعا اليوم التركيز على الأموال المشتركة بتعيدوا تنظيم أموركم المالية المشتركة والفرصة متاحة لمكسب مالي مع هيك بتكتخففوا من النفقات المتصاعدة اطلب رأي الشريق قبل التمسك بقرارك ممكن تنشغل بمسائل مالية أو هموم صحية أو عائلية وباستطاعتك بحث موضوع قرض أو تمويل أهم إشي أنك ما تهمل التفاصيل برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت هذا اليوم يوم مناسب لتعزيز شراكاتكم سواء في مجال العمل أو العاطفة وما بنصح اليوم أنك شوي تدخل بخلافهة على مستوى الشراكة خصوصا مع الزوج أو الزوجة أو ما بين شركاء المال حاول أنك تكون مارنة شوي وحاذر من توجيه كلام جارح أو نابي أو بغير محله لأي إن كان لأنه ممكن تواجه خصم شرس أو تشتد المنافس بينكم فحاول ضبط أعصابك وما تخال في القوانين عشان ما تصير أنت المدى هيك من كون انتهينا من توقعاتنا على هذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر